موسيقى جولة جديدة للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تشمل السعودية والإمارات وسلطنة عمان لبحث أفاق السلام الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق محافظة البيضاء وسط اليمن وزير الشباب اليمني يؤكد للحدث أن المخيمات الصيفية تستهدف تحصين الشباب من الأفكار الخوثية موسيقى ساعة إخبارية جديدة من الحدث أهلا بكم أعلنت الخارجية الأمريكية عن جولة جديدة لمبعوث الرئيس جو بايدن الخاص لليمن إلى المنطقة الأسبوع الجاري وقال متحدث الخارجية في بيانا أن المبعوث تيم ليندر كينغ سيواصل المناقشات مع الشركاء بشأن أثاق إرساء السلام في اليمن ووقف هجمات الحوثيين البحرية ووفق بيان المتحدث ستشمل الجولة لقاءات متعددة مع المسؤولين في كل من السعودية والإمارات وعمان وبقية الشركاء الإقليميين بهدف مناقشة الخطوات اللازمة لتهديئة الوضع الحالي ودعم الشعب اليمني البيان الأمريكي يؤكد بأن هجمات الحوثيين المستمرة تتقدم نحو تحقيق حل دائما للصراع في اليمن كما تعرقل إصالة المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين وجدد البيان دعم واشنطن لعملية السلام الشامل والدائم في اليمن وانخراط كل أطراف الصراع فيها من الرياض ينضم إلينا الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية أهلا ومرحبا بك معنا دكتور نجيب بداية هذه الجولة التي يقوم بها تيم كيندر كينغ للمنطقة للسعودية الإمارات سلطنة عمان وأيضا يحاول ربما إعادة إحياء شكل من أشكال السلام المنشود ما الذي من الممكن فعلا أن يثمر من خلال هذه التحركات أنا أعتقد أن النتائج ستكون كما سبق هذه التصريحات المكررة والدائمة من المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي الجميع صحيح ذو الجهود حثيثة من أجل السلام وموقف المجتمع الدولي واضح الأمريكان أيضا موقفهم واضح التحالف والشرعية الجميع يسعى من أجل هذا السلام لكن لا تطرح ما هي أسباب هذه المشاكل من الذي يعيق عملية السلام اليوم هناك مدخل جديد وكبير الأمريكان مهتمين به وهو مسألة البحر الأحمر وتهديد طرق التجارة الدولية هذا الهم ربما صار هو الهم الأكبر لكن عملية حلة أصبح مقدمة أساس لنجاح مساعي السلام في اليمن والحوثي مصر أن هذه الورقة هي من أهم أوراق لعاقة السلام كنا أمام خارطة الطريق واضحة وكان الجميع يسعى من أجل إنجاحها لكن الحوثي صحيح كانوا يضعوا اشتراطات كثيرة قدمت لهم التنازلات وأعاقوا كل ما هذه الجهود التي تبذل لا بد أن يضعوا أن الحوثي معرق الأساسي للحل السياسي وهذا يكتضي بالضرورة دعم الشرعية نعم طيب عندما يكون على الأرض وقائع تقول بأن الهجمات مستمرة والاعتداء من قبل الحوثي مستمر ومن جانب آخر نرى هذه المساعي الدبلوماسية التي كما ذكر بأن حتى الساعة لم تجنى أي ثمار من جرائها لماذا لا يكون هناك تغيير بهذه المساعي تتماشى مع ما يحدث على الأرض من ما يقوم به الحوثي ومن طبائع للحوثي يمارسها على الأرض أيضا في اليمن هو نعم الحوثي هو بحربة لم تتوقف يقول لا يوجد هدنا وإنما وقف للتصعيد لكنه بين الحين والآخر يستمر في التصعيد هناك هجمات متكررة في العبدية الأسبوع الماضي كان في هجمة كبيرة جدا وأسلحة كثيرة وتم صدها الحوثي مستمر أيضا في إدارة الحرب الاقتصادية ضد الشرعية وضد الشعب اليمني وأيضا كل المطالب التي يطالبها من أجل أن يحقق له السلام تعطى له لكنه أيضا يضع الحراقيل وراء الحراقيل لا يوجد مسار حقيقي لصناعة السلام في اليمن ضمن ما يجري اليوم لأن الحوثي لا يوجد عليه ضغط ويرى أن الاتجاه إلى السلام بالنسبة له ربما يضعفه ونحن نرى أن السلام هو مطلب لكل اليمنيين وللمجتمع الدولي والإقليمي من أجل إنقاذ اليمن لكن الحوثي لا يرى ذلك يرى أن استمرار الحرب أو حتى تجميدها أو السير ضمن إطار هذه الهجمات المتكررة وسعي الإضعاف الشرعية باعتبارها هي الطريق الوحيد لأنه لا يريد سلام ولا شراكة ولا دولة جامعة يريد أن ينفذ سيطرته وهيمنته وهو غير قادر على السير بهذا الاتجاه لأنه هناك قوة مقاومة هناك دولة قائمة وبالتالي هو يعد لحرب قادمة وبالتالي أما أن تدعم الشرعية من المجتمع الدولي والإقليمي وأيضا الشرعية تعيد ترتيب صفوفها ويستعدوا للحرب التي الحوثي يجهز لها هو لا يسير باتجاه السلام أبدا وكل تصريحاته كاذبة نعم إذا ما كان الهدف للجميع هو البحث عن السلام والحوثي لا يروق له حدوث السلام في اليمن وفقا لما تقول ما الآلية التي من الممكن أن يتم فيها إجبار الحوثي أو دفعه إلى السلام بطريقة أو بأخرى هل من مسارات أخرى غير كما قلت المواجهة المباشرة العسكرية ضغوط من نوع آخر من أطراف دولية أخرى الحوثي هو من يدفع إلى المواجهة العسكرية وهي حالة إجبارية ستكون بالنسبة للشرعية في المرحلة القادمة نحن ضد التصعيد ولا نسعى باتجاه التصعيد من أجل أن تنجح هذه الجهود والحرب دائما تستنزف الجميع والمتضرر الأكبر منها هو الشعب اليمني الحوثي يرى أنه يربح من خلال الحرب لأنه تستمر سيطرته وهيمنتها ويضع في الأطراف الأخرى وتتراكم أرباحها وبالتالي لا بد من مسارات متعددة الضغط الدولي أنا أعتقد أنه في غاية الأهمية السير باتجاه تصنيف الحوثية كحركة إرهابية ممارسة ضغوط عسكرية اقتصادية وسياسية على الحوثي أيضا دعم الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثي لكي يتمكن أيضا من المقاومة وأيضا المجتمع اليمني بحاجة أن يمارس ضغوط حقيقية على الحوثية لكي نسير باتجاه السلام وينقذوا أنفسهم أو ندخل في مواجهة شاملة مع الحوثي وهذه المواجهة لا يطلبها أحد الحوثي هو من سيفرضها على الجميع والسلام لن يتحقق ما لم يكن هناك ضغوط إقليمية ودولية وداخلية على الحوثي لكن مركز الثقل الأهم في الضغط على الحوثي هو دعم الشرعية وتقويتها عسكريا وأمنيا واقتصاديا لأنها هي نقطة ضعف الحوثي وهي القادرة على ممارسة ضغوط ميدانية لإجبار الحوثي للاتجاه نحو السلام شكرا جزيلا لك من الرياض كنت معنا الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الأعلام اليمنية اعترفت ميليشيات الحوثي بسقوط ما لا يقل عن 11 قتيلا من عناصرها أغلبهم يحملون رتبا عسكرية وذلك في مواجهات مع القوات الحكومية خلال اليومين الماضيين وبحسب وسائل إعلام حوثية فقد شيعت الميليشيات جثمين قتلاها في صنعاء من الضباط مشيرة إلى أنهم قتلوا في جبهات لم تسمها وكانت القوات الحكومية أعلنت عن مقتل سبعة جنود في هجومين منفصلين للحوثيين على مواقع الجيش في محافظة طيلحج ومأرب نهاية الأسبوع الماضي طلب خبراء الأمم المتحدة ميليشي الحوثي بالإفراج الفوري عن أفراد الطائفة البهائية الذين تحتجزهم في سجونها منذ عاما تقريبا وقال الخبراء في بيان أن ميليشي الحوثي تواصل احتجاز خمسة أفراد من البهائيين في ظروف قاسية حيث لا يزالون معرضين لخطر التعذيب والإخفاء القسري مضيفين أن ميليشي الحوثي تمارس اضطهادا متعمدا ضد الأقليات الدينية النشر مستمرة وفيها أيضا نجل الحوثي يترأس جهازا قمعيا جديدا في صنعاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي شاهد وشارك وتساعد أعلنت ميليشيا الحوثي إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز مكيوناين في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن وبحسب متحدث باسم الميليشيا فإن الطائرة الأمريكية هي الخامسة التي يتم إسقاطها منذ بدء الضربات الأمريكية لمواقع الحوثيين داخل اليمن تصريحات المتحدث الحوثي أكدت أن الطائرة أسقطت أثناء تنفيذها مهامة عدائية وجرى إسقاطها بصاروخ أرض جو محلي الصنع اشتركوا في القناة ومعنا من واشنطن مراسل الحدث بير غانم أهلا ومرحبا بك معنا بير ميليشيات الحوثي تقول بأنها أسقطت مسيرة أمريكية في وسط اليمن في محافظة البيضاء تحديدا فما الذي تقوله الولايات المتحدة حقيقة عن هذا الإعلان الحوثي؟ نفى مسؤولة في وزارة الدفاع الأمريكية أن تكون أية مسيرة تابعة للقوات الأمريكية العاملة في هذه المنطقة أن تكون سقطت في منطقة اليمن وقال هذا المسؤول أنه بالفعل سمع بهذا الخبر وما قاله الحوثيون ولكن هذه المسيرة ليست مسيرة أمريكية بالمقابل يجب القول إلى أن هناك الكثير من القوات التي تعمل بالتنصيق مع القوات الأمريكية في هذه المنطقة وبالتالي عمليات الرصد والمسح الجوي مشتركة بين الأمريكيين وباقي الأطراف وخصوصا البريطانيين نعم طيب حول استمرار الحوثي وهو يقول اليوم بأنه أسقط هذه المسيرة وفقا له أمريكية وأنت تقول بأن هناك نفي أمريكي حول ذلك ولكن لديه الإمكانيات يقول صاروخ أرض جو وصناعة محلية كيف تتعامل الولايات المتحدة مع مقدرة الحوثي على الاستمرار بهذه العمليات حتى لو لم يكن هذا الاستهداف لمسيرة أمريكية هناك أمران مهمان في هذه القضية المسألة الأولى أن التقديرات الرسمية الأمريكية تقول أن الحوثيين خسروا الكثير من قدراتهم ولو تتذكرين أنه منذ شهرين أو ثلاثة أشهر كان الحوثيون قادرون على شن الكثير من الهجمات خلال يوم واحد خلال المرحلة الماضية نحن نرى تراجعا في عدد الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ أو بالمسيرات وتوقفوا بشكل كامل عن محاولة الاعتراض بشكل مباشر اعتراض السفن أو السيطرة عليها هذا من جهة من جهة ثانية هناك حالة غضب كبيرة لدى الأمريكيين وشركائهم مما يفعله الحوثيون لأنهم يستطيعون من خلال أطلرات الموجودة لديهم وهي ليست عالية الكفاءة أن يهددوا الملاحة الدولية أكانت عسكرية أو مدنية وهذا ما يدفع الأمريكيين أكثر إلى فعل أمرين أولا الاستعداد لاتخاذ إجراءات أكثر قصاوة على الحوثيين وأيضا التحدث إلى الإيرانيين والقول لهم أن عليهم أن يعطوا أوامرهم للحوثيين ليتوقفوا عن هذه العملية هذا منح عندما نتحدث أن يتحدثوا إلى الإيرانيين ربما تكون مساعي دبلوماسية ولكن على أرض الواقع هل من الممكن أن نشهد تغييرا في شكل المواجهات من قبل الغرب سواء أمريكا أو بريطانيا وما إلى هناك من وجود عسكري في البحر الأحمر هل هذا وارد؟ هناك قوة كافية في هذه المنطقة ولكن استمرار الحوثيين بعملية التهديد هذا تجفع الأمريكيين إلى إعادة النظر في ما يفعلونه مع الشركاء الحاليين وبعضهم معلن وبعضهم غير معلن وانتخاذ إجراء لا يسمح للحوثيين باستنزاف هذه القوات الضخمة في هذه المنطقة لفترة طويلة يجب أن نشدد على أن الحوثيين لديهم قدرات ليست عالية جدا لكنهم تمكنوا خلال الأشهر الماضية من خلال تهديدهم للملاحة في المياه الدولية أن يضطروا الأمريكيين وباقي الحلفاء لوضع الكثير من الأسطيل والسفر في هذه المنطقة وبالتالي هم يبدلون جهداً عالياً جداً لمواجهة قدرات منخفضة في يد الحوثيين شكراً جزيلاً لك من واشنطن كنت معنا مراسل الحدث بير غانم شكراً بير ومن القاهرة ينضم إلينا محمد الكلميم المحلل العسكري والأمني اليمني أهلاً ومرحباً بك معنا سيد محمد ربما استمعت وإيانا لما جاء على ذكره المراسل زميلنا بير حيث قال بأنه قد تكون إمكانيات الحوثي ليست بالكبيرة كإمكانيات عسكرية ولكن على الرغم من محدوديتها إذا صح التعبير ولكنها تقلق الملاحة الدولية وتقلق هذه الأساطيل العسكرية الكبيرة من قبل الولايات المتحدة وغيرها فعلياً ما هي طبيعة الإمكانيات؟ هل هي فعلاً قليلة ومحدودة بالنسبة للحوثي؟ مساء الخير أولاً طبعاً أنا ما ذكرت هذا الكلام في آخر اللقاء عبر قناتكم الموجرة وقلنا أن الميليشيات الحوثية الإيران الإرهابية تعتمد على حرب العصابات وتعتمد على أساليب الكر والفر وتعتمد على أساليب العمليات الإرهابية بمعنى أنها تستطيع أن تهدد أخط الملاحة البحري بأقل الأسلحة تضرب وتهرب تضرب وتختفي تستخدم صاروخ كروز واحد أو تستخدم دفعاً من المسيارات وتحدث ضجة كبيرة أو تغرق سفينة أو تؤذي سفينة وبالتالي تحقق الهدف الذي تريد البحر الأحمر بالنسبة للحوثي أصبح الدجاجة التي تبيضها بنها هي المعركة التي أنتظرها الحوثي كثيراً ليثبت أنه الآن يواجه أمريكا وإسرائيل وبريطانيا بشكل مباجر كما يدعي الحوثي لا يمتلك القدرات الكبيرة التي تمكنه من إقامة حرب متكافئة بين الطرفين ما بين قوات على الأرض وقوات على البحر ولذلك هو يستخدم منصات الإطلاق المتحركة ويستخدم الصواريخ وطيران المسير بشكل بسيط يستطيع الحوثي أن يشكل أذى كبير جداً وهذه المعركة بالنسبة للحوثي يستطيع أن يقاتل فيها سنوات كثيرة وهي معركة لن يتخلى عنها الحوثي أبداً مهما كانت الأسباب ومهما كانت ظروف لأنها معركة أرادتها إيران وخططت لها إيران ومهدت لها إيران منذ سنوات طويلة وسواء كانت بمعركة بمعامل الطوفان الأقصى التي حدثت في غزة أو بدونها فهذه المعركة أصبحت هي بالنسبة للحوثي كنز كبير لن يتخلى عنه وسيستخدم هذه الحرب وهذه الأساليب في المعركات سيد محمد إذن ما الطريقة التي من الواجب والمفترض أن تتخذ من قبل هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة للتخلص من هذا المصير الذي سيبقى مقلقاً بالنسبة للجميع في البحر الأحمر تقول بأنها حرب عصابات وأنه ربما مسيرة أو ربما صاروخ يستهدف سفينة فأنت تبقي على وضع البحر الأحمر مقلقاً إذن يجب اشتثاث هذه الظاهرة الظاهرة الحوثية كيف من الممكن أن يكون ذلك؟ الحل بسيط جداً وأبسط مما يتصور دول العالم كلها لدينا أربعمائة ألف مقاتل يمني تحاصر ميليشيات الحوثي لإيران الإرهابية في كامل الجبهات اليمنية ابتداء من ميدي وصعدة والجوف ومأرب وشبوة ولحج وأبيان وعدن وتعز والساحة الغربية الحوثي محاصر بأكثر من أربعمائة ألف مقاتل وتوجد دولة ووزارة الدفاع وشرعية هذه الدولة التي تخوض معركة مع الحوثي منذ عشر سنوات يتركها فقط تقاتل أمريكا عليها أن تتخلى عن الحوثي وأن تتخلى عن دعمه سياسياً ومعنوياً وأن تنزع الخطوط الحمراء التي وضعتها على القوات المسلحة اليمنية في كثير من الجبهات والمعركة ستنتهي يعني في الأخير هل بقاء القوات البحرية العالمية بشكل عام في البحر الأحمر أفضل أم أن تدعم القوات المسلحة اليمنية بقليل من الإمكانيات ويعني تزعل وحتى هذا الوجود لم ينهي هذه الانتهاكات سيد محمد يعني لو أنه انضمنوا في هذا الوجود أن تنتهي هذه الانتهاكات ربما يقول قائل أنه دع الوضع كما هو عليه ولكن لم ينتهي حتى الآن ما زالت الأمور كما هي عليه وربما ذاهب للأسوأ في البحر الأحمر نعم نقول بالتأكيد نحن حذرنا كثيرا أخوتي الكريمة قبل عملية الطوفان الأكساء وتحدثنا مرارا وتكرارا عن خطر الحوثية على خط الملاح البحري وخطر الحوثية على الجوار العربي وخطر الحوثية على مصالح العالم في المنطقة وقلنا أن هذه الذراعة الإيرانية تخطط لإيذاء العالم عبر الموقع الجغرافي اليمني وأصبحت اليمن ميدان حتى اليوم عندما يستعرض الحوثي بأسلحته الإيرانية فإن إيران أرادت أن توصل رسائل للعالم أنها أصبحت ذات نفوذ إقليمي داخل المنطقة وإيران اليوم تجرب أسلحتها في اليمن أصبحت اليمن ميدان ومصرح لتجريب الأسلحة الإيرانية في اليمن وبالتالي الحوثي سيصبح أو سيستمر خطره على العالم وعلى المنطقة لأنه ذراع إيرانية ذراع إرهابية لا تقل على القاعدة وداعش فإذا لم يتغير نظرة العالم ونظرة المجتمع الدولي لهذه الميليشيات ويتم التعامل معها كما تم التعامل مع المنظمات الإرهابية كالقاعدة وداعش فسيندم العالم ونحن نكرر هذا الكلام سيتأثر العالم لأن الحوثي ستتعظم قدرات العسكرية اليوم ميناء الحديدة مفتوح على مصراعي اليوم السفر الإيراني تصل بسهولة كبيرة اليوم الأسلحة الإيرانية تصل بشكل رسمي عبر الموانئة اليمنية مع أن هناك أيضا تدفق الأسلحة عبر المنافذ البحرية من سلطنة أمان الشيقة كان قبل أيام تم ضبط أسلحة تشويش للأسلحة والصواريخ وهناك كثير من أسلحة تتم ضبطها في المنافذ البحرية والبحرية ولكن اليوم الأسلحة تصل إلى اليمن بشكل رسمي وهذا سيشكل خطورة كبيرة سيندم العالم إذا لم يتم تدارك المعركة أو إدارة المعركة بشكل رسمي وحقيقي وصادق ودعم القوات المسلحة اليمنية من القاهرة كنت معنا السيد محمد الكوميم المحل العسكري والأمني اليمني شكرا جزيلا لك وسط تنامي الصخط الشعبي استحدثت ميليشيا الحوثي جهازا أمنيا تحت مسمى الأمن واستخبارات الشرطة لقمع أي احتجاجات شعبية مصادر مطلعة أفادت أن ميليشيا الحوثي ألحقت الجهاز الجديد بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب وأسندت قيادته إلى علي حسين الحوثي الابن الأكبر لمؤسس حركة التمرد وأشرت المصادر إلى أن الجهاز لا يزال قيد الإنشاء ولم يعلن حتى ساع عنه رسميا إلا أنه قد بدأ فعليا مزاولة مهامه القمعية وإنشاء سجون سرية تضم معتقلين مخطوفين لدى الميليشيا ولجأت الميليشيات مؤخرا بحسب المراقبين في صنعاء إلى تكثيف تحركاتها لمواجهة ما تسميها خلايا إثارة الفوضى والطبور الخامس طلب رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر بالإفراج الفوري عن القيادية والسياسية محمد قحطان المختطف في سجون ميليشيات الحوثي منذ تسع سنوات تقريبا تصريحاته بن دغر تزامنت مع حملة إلكترونية نظمها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن قحطان القيادي في حزب الإصلاح والمشمول بقرار مجلس الأمن 2216 من جانبه وصف وزير الإعلام معمر الإرياني استمرار ميليشيا الحوثي في اختطاف وإخفاء السياسي محمد قحطان قسريا بالجريمة النكراء وانتهاك القوانين الدولية ويعبر عن رفض الحوثيين لجهود التهدئة ومساعي السلام تشنى مركز الملك سلمان للإغافة والأعمال الإنسانية الحملة العلاجية المجانية لمرضى القلب بهيئة مستشفى مأرب اليمنية والتي تأتي ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب وتستهدف الحبلة 800 حالة مرضية على مدى ثلاثة أيام بالمحافظة التي تفتقر لوجود مركز متخصص للقلب ويعيش بداخلها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة معظمهم من النازحين نستقبل اليوم وفد الحملة العلاجية لمرضى القلب في هيئة مستشفى مأرب العام الممولة من مركز الملك سلمان وتنفيذ نبض الحياة السعودية حقيقة تعتبر هذه خطة هامة جدا في الإسهام في تخفيف معاناة المرضى خاصة في جانب مرضى القلب في ظل افتقاد المحافظة لمركز متخصص في هذا المجال وبهذا الصدد نحن نشكر الأخوة في مركز الملك سلمان وكذلك الأخوة في نبض الحياة كما نشكر الأخوة في وزارة الصحة على جهودهم المبدولة في وصول مثل هذه الأنشطة إلى محافظة مأرب الحملات تأتي بدعم من مركز الملك سلمان لغاثة العمال الإنسانية يستفيد منها نحو 800 مريض قلب من العمرين والينسين هناك حالات تحتية تدخل طاري وسريع سيتم نقل إن شاء الله تعالى إلى مركز نبض الحياة لمراض جراحة القلب في المكلة ضمن برنامج نبض السعودية تطوع إلى مراض جراحات القلب دعا وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إلى عقد مؤتمر دولي للمساعدة على حماية الموروث الثقافي من التدمير الحوثي ومنع تهريب الأثار اليمنية والمتاجرة بها في مزادات علنية بالخارج وعبر الأرياني عن أمله في أن تحذو حكومات الدول الشقيقة الصديقة حذو الحكومة الأمريكية في توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية مع اليمن لحماية الأثار ومنع الإتجار غير المشروع الأرياني اتهم مجددا ميليشيات الحوثي بالتدمير الممنهج للتراث الثقافي وللمواقع الأثرية والمتاحف وتهريب وبيع الأثار وقال إن ميليشيا الحوثي استخدمت المواقع الأثرية والمباني التاريخية كمواقع عسكرية ومخازنة للأسلحة ومعتقلات للسياسيين والصحفيين من جانبه اتهم خبير الأثار اليمني عبدالله محسن وزارة الثقافة بالقصور وعدم التجاوب مع أي بلاغات عن تهريب الأثار ومزادات بيعها قال وزير الشباب والرياض اليمني نايف البكري إن المخيمات الصيفية التي أقامتها الحكومة تستهدف تحصين الشباب من الأفكار الحوثية المتطرفة ومناخضة المعسكرات الصيفية التي أقامها الحوثيون بهدف غسل عقول الشباب ونشر ثقافة العنف والكرهية والإرهاب المراكز الصيفية التي تستهدف اليوم حول الشباب والتي تستهدف أيضا هذا القيل المتسلح بالعلم المناهض للفكر الحوثي والجماعات المتطرفة والإرهابية لذلك المراكز الصيفية لدينا خطة في اللقنة العليا للمراكز الصيفية ولدينا أيضا خطة على مستوى المحافظات من قبل اللقانة الفرعية التي سيترأسها أيضا المحافظين نحن أعددنا رؤية كبيرة جدا لهذه المراكز الصيفية مناهضة لما قامت فيه جماعات الحوثيين من أقامة معسكرات فقط ليس لديها إلا لقى واحدة هي لقى الموت لقى البندقية ولقى العنف والإرهاب نحن مسؤولين أمام هذا القيل القيل الذي نريد أن يكون متسلح بالعلم والثقافة والوعي والتسامح والقبول بالآخر وللمزيد ينضم إلينا من الرياضة ومعنا في الستوديو وزير الأوقاف اليمنى السابق الدكتور أحمد عطية أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أحمد أهلاكم الله استمعت وإيانا لما تحدث به وزير الشباب والرياضة بالحديث عن هذه المخيمات الصيفية فعليا ما مدى أهميتها في ظل ما يقوم به الحوثي من موضوع المعسكرات الصيفية وربما تجييش الجيل لمصالحه ما مدى أهميتها شكرا جزيلا أولا نحن ندرك جيدا أنه من عام 2014 منذ الانقلاب لم يكن الانقلاب مجرد انقلاب سياسي أو على رأس الحكم على السلطة الشرعية وإنما كان الانقلاب على شقين الشق الفكري وهو ما يتعلق بالتغيير الديمغرافي في اليمن والشق الثاني الشق السياسي وبالتالي نحن ندرك على أن الحوثي بدأ بمسألة تجريف الهوية واستقطاب الشباب بحيث أن يحصل على أكبر قدر ممكن من شباب اليمن وفتيات اليمن اللي يقنعهم بهذا الفكر ودائما لا تبدأ معركة عسكرية أو معركة سياسية قبل أن يتم التمهيد لها فكريا وعقليا وهم سلك الحوثي ربما لا أبالغ إذا قلت أنه في كل عام أكثر من مليون شاب وفتاة يتم تجنيدهم في المراكز الصيفية وفي المخيمات الصيفية والدفع بهم خاصة بالشباب إلى جبهات القتال لمواجهة الشعب اليمني تحت مبررات معروفة وهي مواجهة التكفيريين ومواجهة القاعدة من هذا القبيل وبالتالي نحن أمام هذه المعركة أمام مسؤولية كبيرة في السلطة الشرعية أنا أؤكد أنه كل الوزارات سواء كانت وزارة الرياضة والشباب أو غيرها من الوزارات قامت بهذا الجهود لكن يظل المعركة غير متكافية الحوثي ينحت من جسم الشعب اليمني كل يوم يستقطب من أبناء اليمن بمئات الآلاف خاصة وأن الحاضن الشعبية التي تقطن فيها الحوثيون هم عدد كبير يعني المناطق المحررة السكان أقل والمناطق التي تحت سيطرة الحوثي السكان أكثر فبالتالي لا بد من مضاعفة الجهود مسألة المراكز الصيفية أنا أحصي المناطق التي عندي لكن أولئك الشباب الذين في مناطق الحوثي كيف يتم تحصينهم وهذا السؤال ما الجهد الذي يجب القيام به لإيصال هذه الأفكار لربما يجذب هؤلاء إلى هذه المخيمات بدلا من الذهاب إلى المعسكرات الصيفية للحوثي ما الوظيفة المناطة اليوم بالشرعية وبهذه الوزارات يجب أن تقوم بها أنا أرى أنه في ثلاثة مسالك يجب أن نسلكها المسلك الأول الجانب الرسمي وهي أن تقوم هذه الوزارات الثقافة الإعلام الشباب الأوقاف تمام هذه الوزارات الرسمية يجب أن تعطى لها دعم بحيث أن تكون هناك معركة متكافئة ما بين التجريف الذي يقوم بالحوثي للهوية اليمنية وما بين هذه الوزارات التي لم يصلوا إلى المستوى المطلوب في هذه المعركة المسار الثاني يتحمل علماء الدين الذي يجب أن لا يتقاع سوء الحوثي الآن يأخذ العلم الذي تحت سيطرته ويقودهم للجبهات ويحاولوا أن يحرضوا ويشحنوا شحن طائفي ومناطقي ومذهبي من أجل القتال نحن لا نريد الشحن ولا نريد التحريض لكننا نريد إضاحة صورة للمجتمع اليمني وللمجتمع العربي والعالم أجمع عن حقيقة ما يعمل الحوثي في هذه المناطق الثالث الرواد السوشال ميديا سواء كان رجال الفكر رجال الإعلام رجال الصحافة لأن المسألة هي معركة وطنية مقدسة وبالتالي لا نعتمد على الجانب الرسمي ونتغافل على الجوانب الأخرى المجتمعية والشعبية أيضا يجب على المجتمع الدولي يكون له دور المجتمع الدولي يرفع شعار أنه لا عنصرية لا طائفية لا يجوز أن يرفع أي إنسان للسيطرة على أي بلد أي شعار يمت إلى الجانب الديني أو الطائفي أو العرقي بصلة ويحارب هذه العرقيات في كل بلد لكن عندما يأتي إلى اليمن تكون النظرة مزدوجة والميزان مختل في مسألة التعامل مع هذه الجماعة التي تتعامل مع اليمنين على أساس عرقي وطائفي وطبقي وهذه من أخطرها وربما نحن في اليمن تمذهب كثير من اليمنين على مذهبين زيدي وشافعي ولم يحصل هذا الخلاف طيلة خمسين عام في فترة من بعد قيام ثورة 26 سبتمبر اليوم تكرس الطائفية ويا أخت الفاضلة لو أن مسألة الطائفي دخلت بلد يجب أن تفهموا أنه غير الصراع السياسي وغير الصراع العسكري الطائفية والأيدلوجي إذا دخلت بلد دمرته وهذا ما سعى إليه الحوثي ربما ومن يقف وراءه شكرا جزيلا لك كنت معنا في الستوديو وزير الأوقاف اليمن السابق الدكتور أحمد عطية شكرا جزيلا شكرا والآن مشاهدين نترككم مع المقابلة التي أجرتها الحدث مع وزير الشباب والرياضة اليمني إلى اللقاء مشاهدين الكرام أصعد الله أوقاتكم بكل خير مقابلة خاصة مع وزير الشباب والرياضة اليمني الأستاذ نائف البكري رئيس اللجنة العليا للمخيمات الصيفية مرحبا بكم فكرة المخيمات الصيفية التي أقدمتم عليها هذا العام هل هي ردة فعل على ما تقوم بميليشيات الحوثي من إنشاء مخيمات صيفية لتحشيد الشباب وأيضا لتعليمهم الأسلوب القتالي أم أنها خطوة جديدة من الحكومة لحماية الشباب من هذه الأفكار المراكز الصيفية ليست ولدة اليوم وإنما أنشأت في 2006 وهناك لائحة منظمة لعمل المراكز الصيفية التي تسهد في اليوم والشباب والتي من خلالها سوف تستعب كل المحافظات المحررة من 2006 قامت هذه المراكز واعتمدت أيضا على كل الجوانب التي تهم الشباب من الجوانب التقافية والرياضية والإبداعية والصيفية والتي أيضا كان هدفها الأول هو ملء فراق هؤلاء الشباب الذي تعتمد اليوم الحكومة اليمنية وفق القرار 2006 إلى رؤيها مستقبلية لهؤلاء الشباب تعتمد أيضا على المراكز الصيفية المتعددة وأيضا توجيهات المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأيضا قرار مجلس الوزار الأخير بالأسل الدكتور أحمد عوض بن بارك لعودة هذه المراكز بصيقة أكبر وبرؤية أكبر شاملة ونحن اليوم أمام تحديات كبيرة نستنهض اليوم الشباب وتطلعاتهم وأفكارهم لماذا تأخرت هذه الحكومة؟ اليوم الواقع الذي يحتم علينا كحكومة أن نعم الرؤية ونحن اليوم أمام ميليشيات الإمامية الحوثية المدعومة من قبل إيران التي أيضا أقامت هذه المراكز التي تستهدف الشباب والشابات في المحافظات الغير محررة والتي استهدف موروثنا وتاريخنا وعاداتنا وقيمنا لذلك كان من الواقب والمسؤولية على عاتقنا وعلى عاتق جميع الوزارات وفي إطار الحكومة وفي إطار أيضا التوقيهات الرئاسية بهذا اللي قال معي الوزير لماذا تأخر أولا هذه المخيمات تأخرت؟ وعدة وزارات تشارك لأول مرة في هذه المخيمات الصيفية على أي أسس تم تحديد هذه الوزارات؟ لم تتأخر عملية المراكز الصيفية ولم تقام لأول مرة على المراكز الصيفية تكلمنا وتحدثنا منذ أن تم القرار 143 لألفين وستة وإنشاءها ضمن قرار مجلس الوزراء كنا في السنة السابقة في 23 قد أقمنا المراكز الصيفية في المحافظات المحررة واستجابة لتطلعت الشباب والفراق أيضا الذي اليوم خلال العطلة الصيفية بعد إن شاء الله امتحانات الثانوية نحن في وزارة شباب الرياضة والوزارات المتعددة أقمنا واقتمعنا في أول اجتماع لللقنة العليا للمراكز الصيفية حول أهمية وعمل تصور كامل وخريطة تستهدف الشباب ونلسنا لأول مرة أو ردة فعل عن ما تعمله جماعات الحوثية ولكن هي مسؤولية تجاه هؤلاء الشباب من قبل الحكومة في اجتماع الأخير لكن اليوم تحتم علينا الضرورة ويحتم علينا الواقع أن يكون الشباب واستهدافهم اليوم في مواقع هذا الفكر الإمامي المدعوم من قبل إيران ويحتم علينا الضرورة ويحتم علينا الواقع أن يكون كل هؤلاء الشباب الذين استهدفهم خلال الشهر من 23 يوليو إلى 23 أقصص باستهداف أكثر من مليون شاب وشابة على مستوى المحافظات المحررة أكثر من مليون مشارك في هذه المخيمات كيف سيتم إدارة هذه المخيمات وكيف سيتم أيضا تمويلها؟ سيتم أعداد ومتابعة هذه المخيمات على مستوى المحافظات المحررة من خلال اللجنة العليا للمراكز الصيفية وأنشأت أيضا اللجان الفرعي الرئيسي في المحافظات وكذلك اللجان الفرعي في المديريات ومن خلال أيضا القهات المتعددة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف ووزارة الإعلام وجميع النوادي الرياضية ونحن في وزارة شباب الرياضة تقدمنا في هذا المشروع إلى مجلس الوزراء ومعنا أيضا القهات المتعددة والمتنوعة من وزارات أخرى بطبيعة عملها وفق القرار الذي أنشأت من أجل هذه المراكز الصيفية التي تسهدف اليوم حول الشباب والتي تسهدف أيضا هذا القيل المتسلح بالعلم المناهض للفكر الحوثي والجماعات المتطرفة والإرهابية لذلك المراكز الصيفية لدينا خطة في اللقنة العليا للمراكز الصيفية ولدينا أيضا خطة على مستوى المحافظات من قبل اللقانة الفرعية التي سيترأسها أيضا المحافظين وكذلك اللقانة الفرعية والفنية التي سيترأسها أيضا مدراء المديرية مليشية الحوثي قمت بأخذ الشباب إلى جبهة القتال غرسة العقائد التي تريدها أو الفكر التي تحمل هذه الجماعة ما هي البرامج والإنشيطة التي ممكن أن تقدموها أنتم في هذه المخيمات الصيفية وماذا تعتقد بأن هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة القائمة على الموت والتي شعارها أيضا الموت في مقابل الحياة أن تقوم بتعليم الأطفال والشباب بالإبداع والثقافة والفن وتحويلهم إلى مراكز الدراسة وإلى الثقافة العامة والتنمية والاستقرار والإبداع لكن نحن اليوم في إطار الحكومة وفي إطار اللقنة العليا للمراكز الصيفية أعددنا برامج مختلفة متنوعة أولها مناهضة هذا الفكر من خلال الفكر الإبداعات الثقافية والتنموية والرياضية وتنمية الشباب ومواهبهم وأيضا إدماج هؤلاء الشباب في الجانب الاقتصادي نحن أعددنا رؤية كبيرة جدا لهذه المراكز الصيفية مناهضة لما قامت فيه جماعات الحوثيين من أقامة معسكرات فقط ليس لديها إلا لقى واحدة هي لقى الموت لقى البندقية ولقى العنف والإرهاب نحن مسؤولين أمام هذا القيل القيل الذي نريد أن يكون متسلح بالعلم والثقافة والوعي والتسامح والقبول بالآخر من الشيط الحوثي قامت بغرس كثير من الأفكار أفكار متطرفة كما هو واضح في اليمن أيضا زجت بالشباب في هذا الفكر وهي معروف أنها جناح إيران هنا في اليمن وفق أي رؤية أنتم تم اختيار ووضع البرامج المخيمات الصيفية وهل هناك تغييب أو فكر سياسي معين لهذه المخيمات أم فقط مواجهة هذه التحديات وحماية النشئ والشباب من الأفكار المتطرفة نحن رسمنا أهداف وبرامج في اللجنة العليا للمراكز الصيفية برامج مختلفة ومتنوعة تخدم الشباب وتنمي أفكارهم ومعرفتهم وأيضا يستفيدوا خلال هذه الأطلة الصيفية من خلال البرامج المختلفة الرياضية والثقافية التي تحافظ على العقيدة وتحافظ على الموروث وتحافظ أيضا على الولاء وعلى الهوية الوطنية وعلى المكتسبات الوطنية التي ناضل أقدادنا وأباءنا من أجلها عكس ما تقوم فيه هذه الميليشيات الميليشيات الموت الحوتية المدعومة من إيران التي ليس لديها إلا عنوان واحد وعنوان الموت والبندقية ونحن أيضا في إطار المراكز الصيفية سننظر إلى كل المراكز الصيفية الأخرى التي تقام ضمن المحافظات القير محرة وسنبعث أيضا عدة رسائل ولدينا أيضا لجنة للمتابعة وحماية شبابنا من الأفكار التي تأتي فيها هذه الميليشيات المدعومة من قبل إيران وأهمها اليوم أن حتى هذه المحافظات التي توجد إن شاء الله سنقوم بإعداد قائمة لكل المشرفين الذين أعدوا هذه البرامج برامج الموت والذين سيذهبون بالشباب بالشباب الذي لا يتقاوز أعمارهم بين 14 إلى 24 سنة وإدماجهم في المعسكرات التي تحارب اليوم الدولة وتعيق أيضا أمن وإستقرار المنطقة مع هذا الحركة الدبلوماسية الكبيرة وصلاح هناك في العصمة المؤقتة عدن أو بعض التصريحات من بعض الوفود القادمة إلى عدن وبعض الدول من أجل إحلال عملية السلام ميليشيات الحوتي بنفس الوقت تقوم بفتح المخيمات الصيفية تدريبهم على السلاح والقتال في هذا الجانب كيف يمكن أن تقرأ عن عملية السلام وأيضا تحشيل الشباب وتعليمهم أساليب القتال كما يقولون لمواجهة المرتزقة أو من هم في المناطق البحرية دابت هذه الجماعات وهذه الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران على كل هذه المراكز وكل هذه المشاكل الأمنية والسياسية وكل هذه الخارطة التي تعمدتها هذه الميليشيات في أعاقة عملية السلام السلام الذي هو أيضا رسالة الشباب ورسالة المراكز الصيفية ورسالتنا إلى العالم بأن شبابنا في إطار اليمن وفي إطار هذه المراكز الصيفية التي لديها رؤية وطنية ولديها رؤية للحياة والإبداع والثقافة أكس ما تقوم في هذه الميليشيات اليوم من أعاقة حتى وعمل هذه المعسكرات ونحن نرى هؤلاء الشباب للأسف الشديد وهم أبنائنا في المحافظات المقير المحررة يتدربون على الصواريخ وعلى الأسلحة المتنوعة حتى يقول العالم بأن هؤلاء الشباب نقذف بهم إلى الموت أما نحن اليوم لدينا هذه الخارطة التي تنمي هؤلاء الشباب بشباب المستقبل وأيضا المحافظة على البلد وهؤلاء الشباب ليست أعمارهم إلى أربعة وخمسة وثلاثين كيف وبما سيتم إقامة هذه المخيمات وتنفيذ هذه البرامج؟ البرامج والمخيمات ستقام وفق الخطة المعددة من قبل لجنة العليا للمراكز الصيفية في كل المحافظات المحررة هذه اللجنة التي أعدت هذه البرامج وهذه الخطط إن شاء الله ستنزل خلال العشر الأيام القادمة ليس فقط في مواجهة هذا الفكر الحوثي الإمامي ولكن أيضا الاستنهاض واستشعار وملء فراق هؤلاء الشباب حتى نقول للعالم أن هذه المراكز الصيفية في المحافظات المحررة هي رسالة الحكومة ورسالة الشرعية هي رسالة المؤسسات ورسالة الدولة في مقابل رسالة أخرى من ميليشيات الموت من ميليشيات الدمار التي تعبت اليوم بأرضنا وبالمنطقة ست وزارات حكومية وهي أول مرة تشارك بهذه الطريقة ما هي الأهداف الرئيسية التي تريد وتحقيقها من خلال هذه المخيمات وبهذا الكم الهائل من الوزارات المشاركة في هذه المخيمات بالتحديد هذا العام والله رسالتنا من خلال هذه الوزارات المختلفة المتشاركة التي وضعت برامجها أمام مجلس الوزراء وتم اختيارها ضمن لائحة قرار 143 2006 لكل الوزارات المعنية التي اليوم ليس لديها إلا فكرة واحدة هي الهوية الوطنية هي المكتسبات الوطنية ليس لدينا في اللقنة العليا للمراكز الصيفية أي عمل سياسي لأي طرف كان وهو يحرم وتحرم أيضا اللائحة التي بموقفها أنشأت هذه المراكز الصيفية تحرم العمل السياسي لطرف واحد أو لحزب واحد أو لمنطقة واحدة ولكنها تصور وأيضا مشروع يسهدف الشباب ضمن رؤية وطنية نحافظ فيها على هولى النشأ وعلى هولى الشباب نحافظ فيها على قيمة هولى الشباب اليوم في مواجهة هذا الفكر الدخيل على موروثنا وعلى عاداتنا وعلى تقاريدنا كل القهات التي هي اليوم من ضوية تحت اللقنة العليا للمراكز الصيفية وجميع هذه الوزارات اليوم نعمل وفق خطة واحدة وأهداف معينة هي الحفاظ على الهوية الوطنية الحفاظ على مكتسباتنا من خلال هولى الشباب الحفاظ على مستقبلنا من خلال هولى النشأ وشباب الحفاظ على أيضا أن يكون الشباب اليوم لديهم الوعي السياسي والوعي الثقافي والوعي الاجتماعي والوعي الإبداعي والرياضي في مواجهة وزارة الشباب ورياضة عملت كثيرا بهذا المجال معي للوزير ولكن دعني أقول بأن الكل لديه عتب كبير على الحكومة الشرعية منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعي عام 2014 وما زالت الحكومة متقعسة ليس في مجال الشباب فقط ولكن في مجالات عدة بالتحديد موضوع الشباب هل عملت الحكومة ومثلا بوزارة الشباب ورياضة هي المسؤول الأول عن هذا الموضوع على توفير أنشطة معينة رياضية بدنية هل تستطيع الآن هذه المخيمات الصيفية التي ترأسون أنتم هذه اللجنة العليا بتقديم هذا الجانب كأنشطة رياضية وبدنية في هذه المخيمات أم فقط مجرد تعبئة فكرية معينة أو أسلوب معين أو حاشد معين كلمتك أخي ردفان أن المراكز الصيفية ليست وليدة الصدفة وليست فقط ردة فعل على ما يقوم فيه ميليشيات الحوثيين اليوم ولكنها وزارة الشباب والرياضة مع الجهات المعنية من الوزارات الأخرى تعمل اليوم وفق خطة وخارطة أعددناها في اللجنة العليا للمراكز الصيفية لكن نحن في وزارة الشباب والرياضة عندما عملنا على المراكز الصيفية في السنوات القادمة وليس لدينا جهات أخرى من وزارة أخرى أيضا قامت بمراكز أخرى مثل وزارة الأوقاف وقيرها نحن في وزارة الشباب والرياضة ومن خلال استراتيجية كاملة عملناها لخمس سنوات قادمة في أطار الشباب لدينا استراتيجية وضعت في وزارة الشباب الرياضة تم العمل فيها مع جميع الجهات المعنية بالشباب مع المؤسسات المدنية ومع مبادرات أخرى ومع أيضا مع جهات حكومية ومع جهات أيضا دولية ونحن في أطار هذه الاستراتيجية للخمس السنوات التي ستكون إلى 28 هذه الاستراتيجية القائمة على دعم الشباب ودمج الشباب وتمكين الشباب حتى في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي وكذلك المشاريع الاقتصادية والمشاريع المختلفة لذلك الحكومة ومن خلال توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي والمجلس الرئاسي وأيضا خطتنا في الحكومة لدعم هؤلاء الشباب لدينا كثير من المناشط لدينا كثير من الاتقاهات في أطار جهات شباب الرياضة وما يختص أيضا بالشباب وقمنا على أعداد أكثر من خمسة مراكز للتدريب والتأهيل للشباب ووضع استراتيجي كامل أعددناها من خلال الرؤية الشاملة فقط أصبح مفهوم لدى المواطن اليمني في الداخل أو الخارج أو حتى بأن مفهوم المخيمات الصيفية هي عبارة عن تدريبات قتالية عسكرية هل الآن هناك أي بعد سياسي أو من حيث التعبع العقائدية والفكرية هل لكم أيضا بهذا الجنب سيكون تدريبات قتالية بما تقوم بميليشيات الحوذية في الجنب الآخر؟ أولا نحن ضد دمج أطفالنا وشبابنا في سن معينة وهذا يقرم أيضا القانون الدولي وتقرم أيضا المواثيق المختلفة أننا نحن ضد دمج الشباب في المعسكرات وأيضا في الحروب نحن لدينا رؤية بأن هؤلاء الشباب اليوم سلاحهم هو العلم وهو التنمية ومقاعد الدراسة في الجامعات الميليشيات الحوثية كما تكلمت أخي اليوم هي قائمة على فكر الموت وقائمة على فكر السلاح والتطرف والعنف وأيضا إدراك هؤلاء الشباب الذين رأينا منهم الآلاف يقتلون في كثير من الجبهات الأسف الشديد وهم من أبنائنا ومن أهلنا في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيين نحن في عدن في 2015 للأسف الشديد كان عندنا أكثر من 1200 شاب أخيرة فانو أن تتذكر تلك الفترة التي دفعوا بهؤلاء الشباب الذي من أعمار سقيرة لا يتجاوز سنهم عن 14 إلى 15 سنة هذه جماعات الموت القائمة على الموت القائمة على دفع الشباب إلى هذه المعسكرات إلى معسكرات التجنيد لإدراجهم ضمن الحرب نحن ضد هذه التفكير وهذه مسؤولية الدولة وسياسة الدولة أن نحن اليوم أمام مسؤولية تعليمية ثقافية إبداعية يشارك فيها الشباب من خلال المناشط المختلفة هذا المنشط والذي هو المراكز الصيفية ليس فقط هو المنشط الوحيد الذي من خلاله هو بوابة للشباب لكن لدينا استراتيجية كاملة لدينا مراكز صيفية لدينا أيضا مؤتمرات شبابية لدينا أيضا ورش إدراج هؤلاء الشباب أيضا في الجوانب الاقتصادية التي يشاركوا فيها من خلال مختلف الأعمال التي تقيمها نعم هذه الأشيطة وهذه المخيمات ضمن دور الحكومة الشرعية وثلاء وزارة الشباب ورياضة من أجل حماية النشأ والشباب في هذا القلب هل نجحتم في إيصال هذه الرسالة لنظمات الدولية للعالم بأن ميليشيات الحوثي تقوم بتجنيد الشباب وأيضا إدخال الشباب إلى هذه المعسكرات نسمع بين الحين والآخر بأن هناك منظمة دولية متطوعة تقوم بهذا الجانب لكن كحكومة شرعية تتبنى هذا الموضوع أعتقد هناك من يقول بأن الدور ضعيف يعني الدولة بتحديات أمنية واقتصادية وثقافية وتعليمية كبيرة منذ 2015 تحديات الحرب وكل هذه المحافظات التي نقيم فيها المراكز الصيفية كثير من مؤسساتها التربوية والتعليمية والثقافية والرياضية دمرت من قبل هذه الجماعات المسلحة اليوم لدى الحكومة رؤية واضحة في اتجاه الشباب في استراتيجية الشباب لدعم هؤلاء الشباب نحن ليس فقط أمام المراكز الصيفية لكن نحن أمام استراتيجية تقدم الشباب من خلال رؤيات شاملة سواء كان في أطار القيادة السياسية أو في أطار مجلس الوزراء لن يكون المراكز الصيفية إلا فقط مشروع واحد في أطار شهر تقيم هذه المراكز الصيفية لكن نحن لدينا استراتيجية كاملة تكمن في دعم الشباب في دعم تطلعات الشباب ولدينا شراكات حقيقية مع برنامج المتحدة مع المعهد الأمريكي الديمقراطي مع مؤسسات داخلية مع مؤسسات منظمات اليونسف وقيرها لدينا شراكات حقيقية مع العالم الذي يراهن اليوم على الشباب في إطار المحافظات المحرفة وفي قيرها إذن الحكومة الشرعية تعمل مع المنظمة الدولية والجهات الخارقية الوقف هذا العبث من قبل ميليشيات الحوتي في تجنيد الأطفال معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نيف البكري رئيس اللجنة العليا للمخيمات الصيفية شكرا لكم وأشكركم أيضا أنتم متابعين الكرام على حسن المتابعة للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر